توصل منصة منتدى شباب العالم مناقشتها حيث عقدت جلسة الشراكة بين القطعين الحكومي والخاص لحماية الفئات الاجتماعية الأكثر تضرورا من التغيرات المناخية وذلك بالتعاون مع المركز المصري للفكري والدرسات الاستراتيجية على همش فعالية مؤتمر المناخ كوب 27 وخلال الجلسة تم مناقشة ظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها البيئية والاقتصادية حيث تمت الإشارة إلى أن الشراكات ستكون بين الحكومة والقطع الخاص والمؤسسات متعددة الأطراف والمجتمع المدني وهي ضرورة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأهداف اتفاقية باريس للمناخ